لم تشمل في هولندا يا ترى معقول خلاص التوقف في هولندا بسنة 2022 يلي حابب يعرف كل هال المعلومات تابعوا الفيديو للأخير معكم كاروش بوسكي ياريت اليموم يشتركوا بالقناة يشتركوا مشان دوصركم للفيديوهات الجديدة وتحياتي لكم هلأ معقول يا جماعة انه هاي ناس اللي وصلت من فترة على هولندا او يلي لساته بالطريق في كتير ناس هلا بالطريق عم بيجوا على هولندا او يلي ناوين يجوا على هولندا معقول هدول ما عاد فيه ان يقدروا يعملوا لمشمل لأهلن لدرجة انه في ناس عم تبعت ولاد القاصر يلي عمرهم ست سنين وعشر سنين على هولندا مشان يعملوا لمشمل لأهلن يعني اذا هالناس كلها العدد بالآلاف ما قدروا يعملوا لمشمل لأهلن معادة ما استفادوا الشي ما هنجايين اساسا مشان يجيبوا أهلن شو حقيقة هذا الخبر يا ترى هذا الشي صح ولا لا نعم للأسف صح ولكن بدي اشرح لكم شلون هو الصح وشو في السلبيات وإيجابيات اول شي ليش يكصار وشو اللي يؤدى لهذا الشي انه ليش هولندا بهذه الفترة صارت امورها صعبة وقرروا بهذا الشي انه راح يوقفوا اللي لمشملوا يا ترى هذا القرار نهائي ولا لا الشي اللي يؤدى لهذا الشي السبب الرئيسي شو هو الناس كلها بتقول والله هولندا بتعطي جنسية على خمس سنين ومن دون شروط ولا أشغل وما في داعي لا نشتغل ولا نوجع راسنا ولا شي خمس سنين بتععد بتاخد جنسيتك هذا هو الشرط الرئيسي اللي أدى لأنه كتير ناس العدد بالآلاف صار يروحوا على هولندا مشان موضوع الجنسية وفي تسهيلات يعني ما عدا يا جماعة من فترة الأوكران يعني الحكومة الهولندية كانوا متوقعين بعدد معين من الأوكرانيين أنه يروحوا على هولندا ولكن العدد صار دبل والأماكن اللي يخصصوها للأوكرانيين هاي الأماكن اللي بيوت تعبت ماضى الأماكن لحتى لدرجة أنه صار يستخدموا أماكن ما كانوا متوقعين عفوا مشان اللاجئين الأوكرانيين غير هي كمان عدد اللاجئين من الدول الأخرى كمان العدد صار بالآلاف يعني يوميا عم بيوصل على هولندا ألف وألفين شخص عدد كبير ما عد يستوعبوا هذا العدد وهولندا لأول مرة مثل سنة 2015 يا جماعة بألمانيا وقت العدد موجد النزوح الكبير وقت أجت على ألمانيا عدد كبير لألاف الناس وقت أجوا كمان ألمانيا شو سواء بوقتها صارت تحط الناس بصالات كرة السلة بالملاعب بالمدارس يعني يفضوا المدارس صار في أزمة كتير ولكن ألمانيا تجاوزت هاي المرحلة هلأ عفوا ألمانيا هلأ عفوا هولندا يا جماعة هلأ عم تمر بهاي النقطة بالذات مثل ما مرت فيها ألمانيا ولكن يا جماعة ألمانيا دولة كبيرة مساحة كبيرة هولندا دولة صغيرة مقارنة بهولندا يعني بمساحة ألمانيا أو باقتصاد ألمانيا لهيك هولندا معها تقدر تستوعب صارت هولندا كمان مثل ما عملت ألمانيا بـ 2015 تحط اللاجئين بصالات كرة القدم المغلقة وصلاة السلة وصلاة الرياضة والمدارس ويلي هو يعني حتى يعني فنادق يعني يلي حطوهم الفنادق بالعكس هدون وضعون كتير منيح يعني ما ضل فيه أماكن ما ضل فيه أماكن يعني لدرجة أنه صاروا المسا كمان من المسا كمب أو الهايم أو من هذه الصالات الملعب كرة القدم و كرة السلة المغلقة يعني 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 بهاي الصالات خشب كونت بلاك بين كل غرفة و غرفة يعني هي صالة ملعب كرة سلة و كرة قدم مغلق يعني صار يحطوا مثلا كل مترين ثلاثة بيعملوا غرفة بكونت بلاك فقط فيه خشب عازل يعني وخشب رقيق كتير يعني أنا شفتهم بكذا فيديو عم بحطوا خشب كونت بلاك بين كل غرفة و غرفة الناس ما عم تاخد راحة أبدا وما عم بيعطوا المصاري للناس أبدا بهاي الهايمات المؤقتة طبعا يا جماعة هاي الهايمات على فكرة مو بكل هولندا مو بكل هولندا في هايمات بتكون يمكن أحسن طبعا كل واحد وحظه ولكن بهاي الفترة هاي الفترة الصعبة على كتير من اللاجئين بهاولندا هلا ما عم بيعطوهم رواتب حتى أكل ممنوع يطبخوا بهاي الصالات الرياضية اللي هلا عم بيناموا فيها ليش ممنوع ممنوع انه بخافوا انه صار فيه حريق أو أي شيء كل يعني كونت بلاك وكذا خشب انه يصير فيه مشكلة يعني لدرجة انه من يومين توفى طفل صغير عمره ثلاثة سنين كمان بواحدة من هاي الصالات الناس صارت تعاني المسأ ممنوع يطلعوا من هاي الصالات ممنوع يطلعوا من مسلا الساعة تسع عشر المسأ للثاني يوم الصبح ممنوع انه يطلعوا كمان فيه ناس صاروا يفوتوا مثلا انه ممنوع حدا يجي لعندهم صار يفوتوا تهريب على هاي الصالات وعلى هاي الهيمات الوضع تأزم كتير يعني حتى الناس اللي تاخد اقامات بي هولندا صار صعب كتير انه مثلا اخد اقامات عم يدور على البيت صار صعب كتير يلاقي بيت كمان باخر كام يوم في اللاجئين في بعض الحالات اللي شفناها يمكن كتير منكم شافوها او سمعتوا فيه انه عم يناموا بالحدائق والشوارع ليش انه ما ظل في مكان وهلا الجو كمان بالليل صار بي اوروبا شوي صار فيه برد يعني شوي يعني فيه برودة وشفنا مواقف كتير انسانية من الهولنديين انه عم بيروحوا على هاي عند هاي الناس اللي عم تنام بالشارع او بالحداق هيك بلا ولا شي يعني لا بطانية لا لحاف ولا شي صاروا يأخذو لهم يعني بطانيات او شوي تأكل يعني اتعاطفوا مع اللاجئين هاي المواقف بصراحة كانت كتير حلوة وبتأدي لكتير تفاؤل يا جماعة يعني بشكل عام ما بدي طول عليكم الفيديو كتير عدد كبير من اللاجئين عم بيوصل على هولندا والسبب رئيسي مثل ما التركن هو اعطاء الجنسية على خمس سنين وبسهولة من دون لا شغل ولا شروط هذا الشي ادد لكتير عدد كبير من الناس راحوا على هولندا وما عاد هولندا حكومة المانيا امريكا فرنسا كتير من الدول الاوربية وحتى كندا يعني انزعجوا من هذا خاصة بعد وفاة الطفل اللي عمروا ثلاث سنين بأحدى هاي المات انزعجوا من هذا وقالوا انه هذا ما بصير في فوضى عندكم بيولندا ولازم تلاقوا حل بأسرع وقت طبعا بعض البلديات بيولندا حاولوا يؤمنوا بعض البيوت اقل شيء للناس اللي عم بياخدوا اقامات وامنوا كم بيت يعني مية او ميتين بيت اولى مية او ميتين عائلة اقامات عم يحاولوا بشتة الوسائل ولكن انا يا جماعة انا ام بشركن رح الكن بنهاية الفيديو انه لا تخافوا كل الناس يلي اقامات او يلي وصلوا جديد على هولندا وبدوا يوصلوا يعني كل حدا فات على هولندا خلاص يا جماعة هاي الناس اللي فاتت على هولندا رح ياخدوا اقامات وكمما رح يعملوا لمشمل ليش القانون الاوروبي يا جماعة خلاص متكفل فيهم اجباري كل حدا فات على مثلا هولندا جايين لجوها الناس اجباري لازم يعملوا لمشمل يعني كل حدا اجباري بدوا يعمل لمشمل هاي الفترة صعبة كتير متل ما مرد في المانيا ولمانيا كمان يعني مرت هاي الفترة وخلاص ومشي الحال ومعظم الناس اخذوا بيوت واخذوا اقامات كمان هولندا انتو كمان يا جماعة رح تاخدوا اقامات وراح يعني رح تعملوا لمشمل انا يا ريت تذكروا كلامي بس تاخدوا اقامات وتعمل لمشمل هذا شي رح يصير ولكن بده وقت شوي يمكن موضوع الاقامات يتأخر شوي وكمان يمكن موضوع لمشمل يتأخر شوي بسبب هذا العدد الكبير ولكن انا متأكد 99% فاصل 99% انه لمشمل ما رح يتضرر ابدا الا ببعض التأخير يلي رح يصير بعض التأخير لانه رح يصير في عرقلة وبس اما غير هيك يا جماعة ما حدا يأكل هم ولا صحيح ستطلع قرارات في هذه الفترة قرارات صعبة من الحكومة الهولندية ولكن اوروبا لا تقبل بهذا الشيء حتى المعارضة الهولندية لا تقبل بهذا الشيء سيجد حل انا متأكد 100% بس هذه الفترة ستكون صعبة تحياتي لكم وان شاء الله ما كنت طولت عليكم ولسه الخير لا تخافوا الخير ان شاء الله جاي سلام